أصل مثلاً ساعات الستات بنتحك على نفسنا تقول لك إيه؟ أصل هو مالوش في الكلام الحلو والحاجات دي هي طبعاً هو كان الأول بيقول كلام حلو بس هو بيكنحها اللي هو أنا ماليش في الكلام ده أنا لها بالفعل يعني أنا الفعل عندي هو اللي بيتكلم فتفضل يعيني هي تموت تبلع الكلام ده تبلع الكلام ده تبلع الكلام ده وتحاول تصدق لأنه هو ماشي مع اللي هي عايزها يعني هي ماشي مع رغبتها إنها تحس إنها بتحب وبتتحب إنها ماشية في علاقة فهو بيكمل لها جزء حتى لو في خيالها مالوش علاقة بالواقع وأغلبهم جايين بيتكلموا عن كده يعني إحنا لما بنسأل إيه اللي العلاقة دي بتدهولك أنت مستمرة في العلاقة ليه هو في الغالب جاي علشان يتكلم عن مشاعره بتاعة الإحباط لكن على أرض الواقع بتلاقي الناس دراموا إنها بتشتكل لأنها مستمرة ومكملة في العلاقة لأنها بتحقق له احتياج اللي إحنا تكلمنا عليه اللي هو الحاجة للحب أنا كمان في يعني أنا هقولك كده علامات يعني من مشاكل مختلفة يعني مثلا في ست مرة بعتتلي قالتلي إيه أنا أنا في علاقة أرهاقتني يعني بس حتى أنا قوم ما افتكرت مشكلتها خدت نفس عميق قالتلي أنا في علاقة يا إيمان أرهاقتني ليه قالتلي أنا مطالبة طولي الوقت إن أنا بقى حلوة الصبح الدهر بالليل لازم يقوم بالي من نفسي لو أنا نص نص كده لقيه بيقول لي كلمة سخيفة أنت مالك تخنتي كده ليه أنت مالك ما عملتش شعرك النهار ده ليه فبتقول لي بقيت طولي الوقت بجري بروح أصرفي أنا فلوس كتير قوي على اللون الشعر وعلى جسمي وروح الجم وأنا يا إيمان مش حابة أعمل كل ده